وزير المالية في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول الاستثمار وتداعيات الاقتصادية العالمية وأثرها على الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب الثلاثاء قال إن الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات وإجراءات تنظيمية لتنفيذ قرار الحكومة من جانب وزارتي المالية فيما يخص الباب الثاني تحديداً بالموازنة العامة للدولة الخاصة بالنفقات الجارية كذا ما يخص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالمشروعات المقرر البدء في تنفيذها وذات مكون دولاري كانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اتخذت عدداً من القرارات بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئة العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية من بينها تأجيل تنفيذ المشروعات التي لم يبدأ العمل بها ولها مكون دولاري معنا عبر الهاتف الأستاذ محسن عبد الرازق رئيس قسم الاقتصاد بالمصر اليوم أهلاً بحضرتك يا فندم أهلاً بحضرتك أستاذ المشاهدين أهلاً بحضرتك الحياة تحركات حثيثة من قبل الدولة المصرية من أجل ربما امتصاد تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة خاصة تلك الناتجة عن تداعيات الأزمة الاوكرانية الروسية فضلاً عن أزمة كورونا والتي حلت أو التي أطلت بظلاغها على الوضع الاقتصادي بشكل عام كيف ترى في دور الدولة خلال هذه المرحلة في مجابهة التحديات الاقتصادية على وجه التحديد؟ أعتقد أن لا صوت يعلق فوق صوت التداعيات الأزمة المالية العالمية وأثارها على الاقتصاد المصري على كافة المستويات وأن الحكومة المصرية والبنك المركزي بيعكفان خلال الفترة الأخيرة على مزيد من الإجراءات لمواجهة التداعيات كان أبرزة وأخيرة ما اتخذوا قرار دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمس بتعجيل تنفيذ المشروعات الجديدة التي لم يبقى العمل بها والتي يدخل فيها مكون دولاري طبعاً عليك عارفة أن ده جاء على خلفية النتيجة نحن بنعاني من أزمة ناعد الأجنبي الفترة الأخيرة بسبب أن أكسنات الأزمة المالية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية على عشر شهور وأثرت على موارد الناعد الأجنبي سواء من السياحة أو من المناحة الأخرى طيب عفوا للمقاطع يا فندم إذا أردنا أن نتحدث تحديداً عن تلك المشروعات التي يتم استخدام المكون الدولاري فيها أو لتنفيذها ما هي مهية هذه المشروعات بالتحديد؟ يعني حتى يكون المشاهد تحديداً متابة معنا فيما يتعلق بهذا الأمر تحديداً على وجه التحديد أنا سألت الدكتور محمد مهيز وزير المالية اليوم عاقب انتهاءه من كلمته أمام مؤتمر جمعية الضلائب المصرية على طبيعة المشروعات هو قال بشكل واضح أن المشروعات دي لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ربما تعلن عنها خلال أيام أما بالنسبة فيما يتعلق بمسؤولياته هو كموزن عامل الدولة ويخص فيها في هذه المسألة الدولارية أو ما يتعلق بترشيل الانفاق تحديداً في الباب الثاني في الموازن العامل الخاص بالمشتريات والانفاق والأشياء التي ينفق عليها فيما يتعلق في هذا الباب الفترة المقبلة ستشهد صدور جراءات تنظيمية وتعليمات من الوزارتين وزارتين المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديد تفاصيل هذه المشروعات المشروعات القومية التي القرار هنا يخص بالتحديد التي لم يبدأ أو لم يتم البدء في تنفيذها ويتدخل فيها نقص مكون دولاري عشان قاطر يبقى نوع من السيطرة على أزمة النقد الأجنبي وتكبير النقد الأجنبي تحديداً في أوجه معينة والتركيز عليها خلال الفترة الأخيرة لا سيما في قصة الإفراج عن البضائع المكتسة بالمواني والمنافس الجمهورية منذ أكثر من ستة أشهر أو سبعة أشهر والتي بدأت الحكومة حل حالتها خلال الأيام الماضية كيف يمكن لذلك أن يقوم بحل حالة المشكلات على أرض الواقع؟ نحن عارفين يا فندم أن ربما هناك مشكلات اقتصادية تتعلق مباشرة بالمواطن المصري وربما هذه الإجراءات من قبل الحكومة المصرية لها إثار إيجابية في الفترة القادمة ولكن كيف يمكن للإفراج عن مثل هذه البضائع أن يكون لها مرضود إيجابي على المواطن المصري خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجي هذا سؤال جيد وحي حضرتك عليه بالطبيعة أو بالتبعية لما حدرت تفرج عن البضايا المكدسة في المواني بالتالي المفروض أنها تنزل السوق وليست تدخل في إطار التخزين وده اللي بتشتغل عليه مصلحة لكمارك منذ بدء عملية الإفراج بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى منوطة أنها بتبلغها بأسماء العمليات الإستراتية اللي تم الإفراج عنها ونوعها والسلع الخاصة بيها ورحت فين عشان خاطر ما يستغلش وأخذ وأفرج ورح أكزل وبعد كده أضارب على الأسعار أو أكنش أو أستغل المواطن لا المفروض حضرتك لما أفرك تنزل السوق فبالتالي حضرتك يعني الأثر إيجابي أنها تريح بالعفة بالبلد كده تريح الأسعار الأسعار تنقض فده يبقى مرضوط إيجابي مثل المفراج أن أنا كدولة ووفر نعدي أجنبي عشان خاطر أخرج البضايع دي يعني في غضون الفترة القادمة تعهدت الحكومة أنها تكل البضايع اللي كانت في المنافس تخرج وده كان محور الكلام اللي أنا جلسته مع سيدة ريس مصلحة الجماعة أمس في المصر اليوم ونشر في صباحات المصر اليوم على الإصطة بتاعت الإفراج على البضايع وأثارها على الأسعار نعم سؤالي الأخير لحضرتك يا فندم ربما منذ قليل قرأت خبر مهم جدا عن الدعوة إلى دمج أو قرارات من قبل الحكومة المصرية على وجه التحديد لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو كما يقال حتى أبسط الأمور مثلا البعاء الجائلين أو ما يسمى بها الاقتصاد الحر في الاقتصاد الرسمي الخاص بالدولة يعني كيفية أيضا أن يكون هناك ترشيد في الفترة القادمة وأن يكون هناك تحقيق للمعادلة الصعبة كيف يتم دمج الاقتصادين معا بما يسهم أيضا فيه يعني ربما يجاد مردود إيجابي على هؤلاء التجار أو على أصحاب الاقتصاد الحر حضرتك الدولة المصرية بشغالها على خط الدمج الاقتصاد غير الرسمي اللي هو بيقولوا عليه السري أو بير السلم وفي الاقتصاد الرسمي بمنحهم مزيد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية والجمهوركية وصدور مشريعات والقوانين بالتعزز أو بالدعم ده وأبرزهم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناجد الصغر نعم فيما يتعلق بأن هي بتتطمنه بتتطمنه تسيرات أن هو يخش يندمج أن يسكن نفسه في منظومة الضرائب في منظومة الجمارك في منظومة التأمنات الاجتماعية يفسح عن الإرادات بتاعته وبدون ما أن تتعامل معها بشكل يعني فيه نوع من التخويف أو الترهيب أو الجزافي أعتقد أن الفترة دي الدور دلوقتي هو على القطاع الخاص اللي هو الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يبادر أنه يكون جوى المظلة الرسمية للأقتصاد الرسمي وبالتأكيد هيكون لي برضو أيضا مردود إيجابي فيما يتعلق بجودة المنتج الذي سيتم إنتاجه من خلال هذا الاقتصاد تحديدا وأن يكون هناك رقابة من قبل الدولة على ذلك وبالتالي حماية المستهلك لأنه هو الهدف الأول والأخير للدولة المصرية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على وجه التحديد